مجز الخامسة من تلفزيون الدنيا السلام عليكم أكدت الجبهة الوطنية التقدمية أن العدوان الصهيوني المجرم على أحد مراكز البحث العلمي في جمرايا بريف دمشق اعتداء على الإنسانية جمعاء ويثبت مرة أخرى همجية إسرائيل وعدوانيتها للإنسانية والحضارة والتقدم البشري وأشارت الجبهة إلى أن الكيان الصهيوني باستهدافه منشأة حضارية للبحوث العلمية والمعرفية يؤكد من جديد تعاونه وتماشيه مع العصابات التكفيرية المجرمة ويضيف نوعا جديدا من الإجرام إلى تاريخه الحافل بالعدوان والإجرام بحق الشعب العربي وأدانت الجبهة بشدة هذا الاعتداء مؤكدة أنه لن يضعف سوريا ودورها المحوري المقاوم مشيرة إلى أن فشل عصابات الإجرام بعد محاولات عديدة للدخول إلى هذا المركز جعل الأنظمة العالمية المعادية للشعب السوري وعملائها في الداخل يستعينون بالصهيونية لتنفيذ الاعتداء الإجرامي الذي يمثل استمرارا للأعمال الإرهابية ضد الشعب السوري وعرقلة للحل السلمي للأزمة فيها وتهديدا للسلام العالمي أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه لا يمكن تبرير الإرهاب من أجل إسقاط أنظمة شرعية وأنه لا بد من التغلب على الأزمات في الدول عبر الحوار الشامل وقال لافروف في كلمة له أمام مؤتمر ميونيخ اليوم لو نفذ أطراف جينيف ما اتفقوا عليه لانتهت الأزمة في سوريا ونحن نسعى جميعا إلى استدباب الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولفت الوزير الروسي إلى أن روسيا تؤيد التحولات والإصلاحات الديمقراطية بعيدا عن فرض أي إملاءات خارجية على الدول أكد رئيس الوزراء العراقي نور المالكي أن التدخل الخارجي المباشر في شؤون سوريا الداخلية أصبح فاضحا وفاحشا بالأسلحة والأموال والتخطيط وأنه لا يمكن لسوريا أن تكون سواء اتفقنا مع نظامها السياسي أم لا بوابة لتدخل تركيا أو مساحة نفوذ لدولة عربية لا تكاد تراب المجهر وأشار المالكي إلى أن هذا النمط من التدخل الهادف لتحقيق مصالح معينة في سوريا سينتقل إلى الأردن والعراق ومصر ودولا أخرى وهو ما يفسر بدء نشوء محور الاعتدال الذي يرفض التدخل الخارجي في شؤون الدول الأخرى على خلفية التمدد والاستقطاب والاحتواء ولا يرفض مطالبة الشعوب بحقوقها وأضاف المالكي أن المحور الجديد الذي هو ردة فعل على ما حصل في المنطقة العربية يواجه المحور الذي تقوده تركيا والذي بدأ بإعلان الحرب موضحا أن التدخل الذي حصل في سوريا لا يمكن أن يغطى بغطاء ولا يمكن أن يحجب عن النظر وحذر المالكي من أن المنطقة باتت اليوم على فوهة بركان في ظل وجود مشروع لرسم خارطة جديدة لها تتسبب بما يحصل في العراق وسوريا ومصر بهدف إخراجها من دورها المحوري لصالح مشروع تشارك فيه تركيا وتستفيد منه إسرائيل بشكل أساسي على الأرض اشتبك عناصر قسم شرطة القدم مع إرهابيين قاموا بالاعتداء على القسم بالقناصات والقذائف الصاروخية وتمكنوا من إيقاع عدد كبير منهم بين قتيل ومصاب ومن بين القتلى القناص فادي يونس فيما استشهد أحد عناصر القسم وأصيب اثنان آخران إلى ذلك وفي ريف إدلب قتل خمسة عشر إرهابيا أثناء قيامهم بتفخيخ سيارة بيك آب في شارع زرزور في سراقب من بينهم جنسيات غير سورية هذا فيما أصيب عدد من الأهالي في محيط المكان واستشهد الطفل محمود هزاع وفي ريف حمص دمرت وحدة من قواتنا المسلحة وكرا للمجموعات الإرهابية بما فيه من أسلحة وذخيرة وإرهابيين وذلك في عملية نوعية نفذتها اليوم في تلبيسة وقال مفاد الدنيا أنه تم تدمير الوكر بشكل كامل وإيقاع جميع الإرهابيين المتواجدين فيه بين قتيل ومصاب هذا فيما دمرت وحدة ثانية من قواتنا المسلحة معملا لتصنيع وتخزين العبوات الناسفة ومدفع هون كان الإرهابيون يستخدمونه للاعتداء على أهالي بلدة كفرلاها بريف حمص وفي دير الزور نفذت وحدة من قواتنا المسلحة سلسلة عمليات نوعية ضد تجمعات الإرهابيين في أحياء الحويقة والجبال والعرف والعمال وأوقعت قتلى وجرح بين صفوفهم ودمرت آلياتهم استقدم الجيش اللبناني اليوم مزيدا من التعزيزات العسكرية باتجاه منطقة البقاع الشمالي وذلك بعد أن فرض أمس طوقا حول بلدة عرسال وأقام عددا من النقاط الثابتة على مشارفها وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الجيش أقام حاجزا ثابتا على مدخل البلد الرئيسي في منطقة اللبوة مضحة أنه أوقف عددا من الشبان خلال مرورهم على الحواجز التي يقيمها بسبب مخالفات عديدة بينها حيازة أسلحة من دون تراخيص ومحاولات هروب من جهة أخرى نفت الوكالة المعلومات التي ترددت عن أن سيارات مدنية هي التي كانت تلاحق المطلوب للعدالة خالد إحميد مؤكدة أنها معلومات غير صحيحة وعضاف أن السيارات التي أوقفت حميد كانت من نوع هامفي وتحمل لوحات عسكرية للجيش اللبناني أكدت قناة دريم لايف المصرية تعرض موكب رئيس الوزراء المصري هشام قنديل للرشق بالحجارة والقنابل الحارقة من قبل المتظاهرين أثناء زيارته ميدان التحرير يأتي ذلك غداة ليلة مواجهات حامية بين المتظاهرين وقوات الأمن والجيش في العديد من الميادين والشوارع في القاهرة وعدة مدن وقد أدت هذه المواجهات إلى مقتل متظاهر وجرح عشرات آخرين أما اليوم فقد تم تسجيل عودة الهدوء النسبي خصوصا في محيط قصر الاتحادي الرئاسي بعدما أخلته قوات الأمن من المتظاهرين تظاهر آلاف البحرينيين بالقرب من قرية البلاد القديم قرب العاصمة المنامة تلبية لدعوات المعارضة للتظاهر حتى الرابع عشر من الشهر الجاري والتي تصادف الذكرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية في البلاد وطالب المتظاهرون بتنحية رئيس الوزراء مؤكدين على أن حراكهم الوطني المطالب بالتحول نحو الديمقراطية لن يتوقف مهما كانت الظروف إلا بنيل الحقوق كاملة وإن المراهنة على ذلك محض خيال وحلم لن يتحقق مشددة على أن الحراك الميداني لشعب البحرين مستمر منذ عامين ولن يتوقف وحراك المعارضة يومي وستبقى تتظاهر كل يوم حتى تتحقق المطالب كاملة تشهد الحكومة التونسية خلافات حادة بين حركة النهضة التونسية التي تقود الاتلاف الحاكم من جهة وشريكيها في الحكم حزبي التكتل والمؤتمر من جهة ثانية وقالت مصادر تونسية أن حركة النهضة هددت بالانسحاب من الاتلاف بالتزام مع استقالة المستشار السياسي لرئيس الحكومة حمادي الجبالي ولفتت المصادر إلى أن حزبي التكتل والمؤتمر أصراء على إجراء تعديل على رأس وزارة الخارجية وهو ما وافقت عليه النهضة التي رشحت وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو للمنصب الأمر الذي قبل برفض حزبي التكتل والمؤتمر أكد وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أن تقييم السياسة الخارجية الأمريكية يجب أن يتم وفق خطوات واشنطن العملية معربا عن أمله في أن يتمكن نظيره الأمريكي الجديد جون كيري من تصحيح مسار سياسة واشنطن المعادية لإيران إلى ذلك أزاح الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد الستارة عن طائرة مقاتلة من طراز قاهر 313 تتميز بأنها قادرة على الطيران بمستويات منخفضة وتتجنب الرادارات وتتمتع بقدرات قتالية عالية وصل الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى مالي في زيارة خاطفة تهدف لدعم القوات الفرنسية المنتشرة في شمالها ويرافق أولاند وزراء الخارجية والدفاع والتنمية وبدأ أولاند زيارته من مدينة تنبكت الأثرية حيث لقي فيها استقبالا حافلا ثم زار المسجد الكبير في المدينة المسجلة في قائمة مواقع التراث العالمي لدى منظمة اليونيسكو وكان جنود فرنسيون مدججون بالسلاح مع عربات مدرعة قد انتشروا حول المنطقة المحيطة بالمسجد يساعدهم جنود من الجيش المالي أصبح جون كيري اعتبارا من مساء أمس وزيرا للخارجية الأمريكية خلفا لهيلاري كلينتون التي غادرت الوزارة وقالت مصادر أمريكية إن كيري أدى في حفل غير علني اليمين الدستورية أمام أحد قضاة المحكمة العلية الأمريكية التسعة وسيخاطب الوزير الجديد بعد غد الاثنين موظفي وزارته العملاقة البالغ عددهم سبعين ألفا والذين يعملون في أكبر شبكة دبلوماسية في العالم يذكر أن كيري هو سيناتور سابق عين من قبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلفا لكلينتون في الحادي والعشرين من كانون الأول الماضي وصادق مجلس الشيوخ الثلاثاء الماضي على تعيينه محلة هيلاري كلينتون على رأس وزارة الخارجية الأمريكية قال مسؤولنا أن متشددين هاجموا نقطة تفتيش تابعة للجيش في شمال غرب باكستان ما أسفر عن مقتل 42 شخصا في الهجوم الذي اتلاه تبادل لإطلاق النيران وهجوم صاروخي على أحد المنازل وأعلنت حركة طالبان الباكستانية المسؤولية عن العملية وقالت إنها تمثل ردا على هجوم بطائرة أمريكية بلا طيار في وزيرستان الشمالية المجاورة الشهر الماضي والذي قتل فيه ثمان من قادة الحركة وذكرت مصادر أمنية إن 12 متشددا على الأقل وتسعة مسؤولين ومدنيين قتلوا في الهجوم مشيرة إلى أن من بين القتل شخصان كان يرتديان حزامين ناسفين وقالت المصادر أن تبادل إطلاق النيران في المكان استمر حوالي أربع ساعات قبل أن يقصف المسلحون أحد المنازل بصاروخ ما أسفر عن مقتل عشرة من أفراد أسرة واحدة ختام الموجز بأمان الله